سؤال عن الفرق بين أشهر الحج والأشهر الحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أشهر الحج هي الأشهر التي التي يسوغ عقد الحج فيها لأن الحج لا يعقد إلا في هذه الأشهر وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة وهناك من يرى أن شهر ذي الحجة كاملا هو من أشهر الحج وأما الأشهر الحرم فهي أربعة أشهر هي ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر رجب فهي تتفق في شهر ذي القعدة وفي عشر ذي الحجة وهي من أيام الحج ومن الأشهر الحرم والأشهر الحرم لها ميزة من جانب وهو أن الأعمال السيئة فيها يضاعف إثمها والحسنة يضاعف أجرها ولذلك قال الله عز وجل في شأن الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومن المعلوم أن ظلم النفس محرم في العام كله فكونه نص على هذا الجانب النهي عن ظلم النفس في هذه الأشهر يدل على أن ظلم النفس فيها أعظم إثما منه في غيرها وكانت الأشهر الحرم معروفة حتى عند أهل الجاهلية لكنهم كانوا يقدمونها ويؤخرونها وهو ما يعرف بالنسي الإسلام أقر هذه الأشهر وجعل لها حرمتها لكنها تختلف عن أشهر الحج وإنما تتفق في شهر واحد حسن الله